بعد النادي الأهلي أو في النادي الأهلي فيما يخص التعاقدات حصل بعض الانتقادات في الفترة الأخيرة تحديداً فيما يخص المهاجم الجديد والمهاجم الأجنبي في الأخير الأهلي جاب مودست اسم كبير أو يعني اسم عقول جداً في أوروبا وبعض الناس تحفظوا على فكرة العمر أنه عنده 35 سنة أنت الصفقة دي شفتها إزاي؟ يعني أنا بشوف أن صحب القرار فيها بدير فني أكيد هو تعرض عليه هو واف ده قولاً وحيداً يعني لا مجلس الإدارة اللي علاقة بالموضوع ولا لجنة التعاقدات ولا لجنة التعاقدات اللي علاقة بالموضوع هو إحنا دورنا هنا كأدار أو كتعاقدات هنا إحنا فيه كذا المدير الفن بيقرر تمامياً خلاص فهو قناعاته هو هي اللي أنهت الصفقة أنا ما عنديش مشكلة في السن أنا كريدة شخصياً ما عنديش مشكلة يعني أنا معظم اللي أنا بعتمد عليها في الفترات اللي فاتت كلها فوق يعني معديها أصل 35 سنة صح صح وعايز أقولك مؤسرين جداً ولعبين مهمين جداً وخبرات هيلة جداً وحاجات أنت بتبقى محتاجها ولكن الناس في الآهل مثلاً أنت بنت عايز مهاجم بالمواصفات دي بس عنده 25 سنة صح؟ أه 30 مليون دولار والله ينور عليك والله ينور عليك شكراً ما يعني ينور عليك صح كده دولار ما عايز لعيب من أوروبا بيكون بلعب في دورتبوند عنده 25 سنة 30 مليون ده في حد في حد ما يعني بدون ذكر أسماء جاب قالك أنا معطرد جداً على صفقة مودست عشان هو قصح يدر جامد جداً من أحسن العيبة اللي بتلعب بدمها كويس وبيلعب برجله اليمين كمان كويس جداً بس هو عنده مشكلة في رجله الشمال لو عنده ميزة في رجله الشمال وليجله اليمين ويدر كويس وسنه 25 سنة هو أكيد مش هيجي الدولة لمصر مش الناس بالزبط كده هيبقى موجود في أحسن أندية ربا بسهولة يا جماعة يعني انت لو عايز المواصفات دي على 25 اه انت بها هجيب من ايه هجيب له منين كل الأرقام دي فهيالي بس خليك خمس شوية خليك معوض